وإلى الأخبار المنوعة حيث دخلت الأمريكية سامانثا رامسديل موسوعة جينيس لأكبر فجوة فم في العالم لأنثى وذلك بعد أن شاركت مقاطع فيديو لفمها الذي يبلغ حجمه 2.56 بوصات عبر تطبيق تيك توك ما قادها إلى تحطيم الرقم القياسي وأصبحت العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها متداولة بشكل واسع حيث قامت بتسجيل فيديوهات سنائية مع إسحاق جونسون الذي حصل على لقب صاحب أكبر فجوة فم في العالم لرجل بحجم 4 بوصات أي نحو 10 سنتيمترات تقدمت الممثلة الأمريكية سكارلت جوهانسون بدعوة قضائية ضد شركة ديزني بسبب قرارها إتاحة فيلم الأبطال الخارقين بلاك ويدو على منصتها للبث التدفقي بالتزامن معرضي في دور السينما معتبرة أن هذا الأمر يشكل مخالفة للعقد كلفتها ملايين الدولارات ذكرت الدعوة التي قدمتها الممثلة لمحكمة لوس أنجلس العليا أن سياسة الطرحة الثنائية تلك قللت من أجرها الذي يعتمد جزئيا على إرادات شباك التذاكر وكان من المفترض طرحه حصريا في دور السينما شرت الدعوة القضائية إلى أن جوهانسون ترى أن ديزني أرادت بذلك تحويل الجماهير سوب استخدام ديزني بلس ليتسنى لها الاحتفاظ بالإرادات لنفسها تزيد في الوقت ذاته من قاعدة المشتركين في ديزني بلس وهي طريقة معروفة لدعم سعر سامية في البورصة مع ارتفاع أعداد الركاب العنيفين يتدرب ثمانية من مضيفي ومضيفات الطيران في ميام الأمريكية على مهارات الدفاع عن النفس وكيفية ضرب مهاجم عنيف وإخضاعه ويعدون من بين المئات الذين تخطط إدارة أمن النقل لتدريبهم هذا الصيف ووسط عودة السفر الجوي هذا العام ارتفع عدد الركاب المشاغبين والعنيفين حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مئة حادثة إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الأسبوع الماضي ليصبح المجموع أكثر من 3600 حتى الآن هذا العام زر نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو مركز فوج إطفاء بيروت وذلك خلال زيارته التضامنية مع لبنان ووضع اللعب السابق إكليلا من الزهور على نصب التذكري لشهدائها الذين قضوا أثناء مكافحتهم توابعا في جاري مرفع بيروت هذا في الرابع من أغسطس العام المهبي ومن المقرر أن يقوم رونالدينيو بزيارة مرفع بيروت واللقاء عدد من الناشطين والجمعيات الإنسانية التي ساعدت لها لبعد هذا الانفجار ولم تستقبل بيروت رونالدينيو وحدها القادم إليها تضامنا فليزورها عدد من اللاعبين بنوادي كرة في أندية عالمية بالإضافة لفنانين أجانب وأعرض منهم عبير صبري وإلهام شاهين ألقت روسيا باللائم اليوم على عطل برمجي في الحادث الذي أخرج محطة الفضاء الدولية عن مسارها لفترة وجيزة وقالت أنها تواصل محاولات تنشيط وحدة أبحاث تم إلحقها بالمحطة مؤخرا وخرجت محطة الفضاء الدولية عن مسارها أمس الخميس بعد أن دارت محركات وحدة البحث ناوكا في محطة الفضاء الدولية حوالي ثلاث ساعات من توقفها عن العمل وقد سعى فلاديمير سولوفيوف المصمم العام في شركة إنرجيا التابعة لوكالة الفضاء الروسية لطمأنة الشركات الدوليين بأن الحادث بات تحت السيطرة وقال إن الأمور ستكون على ما يرام في القريب العاجل وأضاف في بيان بسبب عطل برمجي قصير الأمد تم بطريق الخطأ تنفيذ أمر مباشر بتشغيل محركات الوحدة للسحب مما أدى إلى بعض التغيير في اتجاه المحطة بالكامل بذلك نكون وصلنا معكم لختام هذه النشرة شكرا لمتابعتكم مني أنا هاجر عبدالله وعبدالعزيز الفضلي وكافة فريق التاسعة كل تحايا في أمان الله نلقاكم في الغد سبحونا على خير